أول شيء قلنا نتكلم عن بعض الكتب هذه لعل الناس تستفيد منها قليلا تمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم حي الله الحضور وحي الله من خلف الشاشات ورحب فيكم وأنا سعيد أني أقف أمامكم ولعل وعسى أن نعطيكم شيء نستفيد منها أولا وتستفيدون منه بإذن الله بالنسبة للكتب القصة من البداية مدرب في الحياة الزوجية وخاصة في المقبلة عن الزواج وعندي الصراحة زايدة شوية ودائما يطلب مني الدورات في مناطق كثيرة من المملكة وخارج من المملكة ولا أستطيع أني أوفي حقها وحاولت قدر الإمكان أني أؤلف كتاب جريء يجعل من يقرأه السلام ورحمة الله وبركاته يجعل من يقرأه يتعلم الحياة الزوجية إلى 70% بإذن الله بعدها خلصنا من الرجال طبعا هو ليش حطناها للرجال فقط لأنه فيه شرح للأمور الجنسية ولذلك حددناه للرجال فقط والكتاب الآخر هو هذا هو الرجل يعني نشرح الرجال خلقة الله له ورسول صلى الله عليه وسلم وش قال عنه وعلم النفس البشري وش قال عنه حتى المرأة تعرف اللي أمامها تفسير لتصرفاته منه وش يبغى ليش هو يتصرف كذا وكيف تتعامل معه وكيف تتعامل معه يعني كثير من النساء تقول يعني رجال أنانيين الرجال ما يهمهم من اللي أبطونهم الرجال شهوانيين الرجال الرجال الكتاب هذا شرحنا فيه خلقة الله لهم وليش هم يسون كذا لأن النساء دايما يصير عندهم مشاكل ما تفهم زوجها تقول هو بس يتصرف على كيفه يتصرف بناء على اللي هو يشوفه هو أصلا يبغى يتعبني في الحياة هذا المقصد لكن الكتاب شرح وش معنى الأشياء هذه الكتاب الثالث حياة زوجية بلا مشاكل هذه طلعت خليط بسيط من المشاكل اللي أنا شفتها ويعني قبل ما تجي المشكلة وش تسوي أنت حطيته وسميت داخلني كيف تحلها وهي في مواريها كيف تعرف أنها مقبلة مجميل يعني وتتلافاها وسميت الأشياء اللي داخلها صابون الحياة الزوجية جميل والحمد لله يعني لهم الفعة كبيرة ما شاء الله الكتاب الرابع أسرع طريقة لاكتشاف الذكاء هو شرح للذكاءات المتعددة وغير يشرحها كثير لكن عندي طريقة السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا والله يا مرحبا يا هلا يا حياك الله يا مرحبا والله وضعت فيها كيف تكتشف الذكاء بأسرع طريقة من جهة الألعاب من جهة الألعاب لأننا كنا نحب الألعاب الصغار و كبار لكن كيف أعرف أن ابني أو أنا أو صديقي أو أخوي أو ذكاء أو شو وبعدين أنا أكتشف الذكاء وشي فايدة؟ لازم أعرف أطور الذكاء مفتوحة كاملة كبيرة مرة لكن لما أنك تحدد مثلا تجارة في الأشياء التموينية شي جميل جدا بعض الناس يروح للأشياء التموينية ولما يتاجر فيها يلاحظ أنه عنده 200 صنف في خمسة أو ستة أصناف هي اللي عايش فيها هي اللي تجارته هو اللي مبسوط فيها الله يعطيك العافية الله يجزاكم خير ورفعك قدركم هو اللي مبسوط فيها هو اللي الرزق يجي منها الأشياء الثانية هلا هادية و جامدة وممكن تدسلها بالشهر بالشهرين ما ما انتهت هذا هو اللي نبغى نصل له الشيء الثاني عشان الواحد ما يجلس فاضي الفراغ قاتل الفراغ مزعج لكن كيف أقضي عليه لازم أعرف أنا الذكائي وشهو كيف أكتشفه لازم أكتشفه في معرفة الذكاءات ومعرفة الألعاب الذكاءات حتى أعرف أكثر شيء أنا أستمتع فيه من الألعاب حتى أني أصل إلى مرحلة أني أكتشف ذكائي وأنطلق وأفيد ويبقى لي أثر في كل مكان طيب الله يزاك خير أبو رحال ودائما حريص على إصابة